اهلا بحضراتكم في هذه التغطية من وقت للتاني بتبرز قضية اللاجئين في اوروبا ومجددا برزت قضية اصلاح نظام اللجوء خاصة مع ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى الاتحاد الاوروبي منذ انتهاء فترة كورون حيث لجأ حوالي 4 مليون اوكراني الى الدول الاعضاء بعد حرب اوكرانيا وبعد سنوات من الجدل استطاعت دول الاتحاد الاوروبي الموافقة على اصلاح نظام اللجوء صحيفة لابان جورديا الاسبانية اوضحت في تقرير لها ان دول الاتحاد الاوروبي توصلت الاتفاق حول مراجعة انظمة التكتل المتعلقة باستقبال مشترك اكثر انصافا لطالب اللجوء والمهاجرين واعلنت سويدة توصل الاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لكسنبورغ تقرير اوضح ارتفاع نسبة دخول غير القانوني الى الاتحاد الاوروبي عبر البحر المتوسط بنسبة 300% وذلك منذ بداية 2023 وافادت الوكالة الاوروبية لمراقب الحدود ان عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الاوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الابيض المتوسط ازداد بين يناير وابريل الماضيين بنسبة تصل ل300% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 الحقيقة ان وزراء داخليات دول الاتحاد الاوروبي يوصلون الاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن اصلاح نظام الهجرة وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المطولة والصعبة والتي انتهت باقناع ايطاليا واليونان بالموافقة على هذه التعديلات وذلك من اجل اغلاق ملف اصلاح نظام اللجوء خلينا اقول لحضراتكم ان الاتفاقية التي ستتم مراجعتها الهدف منها نقل ما لا يقل عن 30 الف شخص سنويا بين الدول الاعضاء لتخفيف الضغط الذي تعاني منه دول خط المواجهة مثل ايطاليا واسبانيا واليونان وملطة وستكون الية التوزيع طوعية لان الجميع يوافق على ان لا يمكن ان تكون هناك حصص توزيع الزمية وسيتعين على دول الاتحاد الاوروبية التي لا توافق على المشاركة في التوزيع ان يساهموا بطريقة اخرى وهي دفع مساهمات مالية قدرها 20 الف يورو في العام وذلك عن كل طالب لجوء لم يتم نقله الى مكان اخر كما ان الاتفاق بين دول الاتحاد الاوروبي يتضمن نقطة اخرى اثارة الجدل وهي ادخال الفحصات الاولية لطالب اللجوء في غضون اسابيع من وصولهم الى الاتحاد ايضا تعتبر المانيا اكثر الدول التي توافق على اجراءات اللجوء التي تم الاتفاق عليها ودفعت وزيرة الخارجية الالمانية اناليا بيربوكل عن الخطط المتعلقة باجراءات اللجوء والتي وصفت بانها صارمة والتي توصل اليها وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي ايضا سوطت المجر وبولندا ضد المقترحات وامتنعت بلغرية وملطة وليتوانيا وسوليباكيا عن هذا التصويت ووصف الوزير المجري بنس ريدفاري الاصلاح بانه خطاب دعوة وحافظ للمواطنين الافارقة للمجيء الى اوروبا مستمرين في تغطية سابع شكرا جزيلا لخضراتكم شكرا جزيلا للمشاهدة